تعالوا بس نقرأ يعني خلينا نقول أنه أنه بالانطباع اللي مش بيتابع يعني بالانطباع كده لما تيجي تتكلم على بيرامد السنة دي تحس أو تتكلم على أهم مفاتيح اللعب أو اللعبة اللي ممكن تكون مصدر ألأ بالنسبة لك أهلاوي في مواجهة الجمعة اللي جاية أغلب الناس هتروح لمصطفى فاتحي إبراهيم عادي لكن الأرقام بتقول حاجة تانية خالص الأرقام بتقول أنه فيستن مايلي والشيبي هم أخطر اتنين مفاتيح لعب في فريق بيرامدس وإنه إقاف الاثنين دول تحديدا يقضي على يعني 50 أو 60 في المئة من القوى الضربة لفريق بيرامدس نرى معك أرقام الفردية للعبة بيرامدس فيستن مايلي أحرص 13 هدف في ترتيبه هو متصدر ترتيب الهدفين على مستوى الدوري أو الترتيب ده على مستوى الدوري بطولة الدوري فيستن مايلي في الأكتر خلي الأرقام قدامنا على الشاشة في الأكتر اللعبة برضو مساهمة في الأهداف 18 هدف مساهم فيهم هو الترتيب الأول سجل 13 وصنع 5 وصنع بالضبط الترتيبه كام على الدوري الأول برضو محمد الشيبي صناع 8 أهداف وترتيبه الأول أكتر لعب صناع أهداف الدوري بس ناخد بالنا بين خسين كده وأحمد بيقول الأرقام دي إنه فيرمز لعب عدد مباريات أكتر من نادي الأهلي بأربعة أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة جدا أحمد فيستن مايلي متصدر الدوري ب 13 هدف من 26 مباراة من 26 مباراة وسام أبو علي أحرص عنده 8 أهداف من 10 مباراة فقط وده أعتقد يعني نسبة كبيرة جدا جدا لو وسام أبو علي إدري في المباراة القادمة أعتقد قريب جدا أنه يبقى هو هدف الدوري وده يبقى أننا معنا مهاجب كبير قوي بلاد التوريق متوسط التمريرات 61.5 الترتيب الثاني الترتيب الثاني من حيث متوسط التمريرات على مستوى البطولة مزبوط محمد الشيبي أكثر صناعة فرص مؤكدة 8 كل الفرص اللي هو صناعة كانت مؤكدة الترتيب الثاني صناعة الفرص برضو محمد الشيبي شكل عام 67 فرص والترتيب الأول وكل الفرص اللي بيعملها الشيبي أغلبها عرضية هو دائما مميز جدا 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 والحقيقة كرساته كمان دائما للحد لا مش بس كأ من أماكن كتير في المرعب يعني لا يستنى يوصل على البوكس يعني الحقيقة مميز جدا والكورنرات والبلايسنج أو من حيث الارتفاع أو من حيث قوة الأوفر نفسه فيستون مايلي إهضارا للفرص هو 13 وهو الترتيب الأول ودي برضو من ضمن الحاجات الملفدة طبعا هو بضيع فرص كيرة جدا لأنه هو بيوصل كتير طالما بيوصل كتير برضو يبقى مزعج مهند لاشين التمرير الطولية 6.7 ترتيبه الأول المستقفى فاتحي متوسط المراوغات 2 الترتيب الثاني يغيب إبراهيم عدل في مباراة الجمعة إلى أي مدى ممكن يأثر أو يلقبط من حسابات برامدز في مواجهة الأهل يمكن برامدز عنده غيابين مهمين جدا في رأي إبراهيم عادل ورمضان صبحي طبعا رمضان لأزمة آه رمضان كده غايل فترة بالزبط قدر بقى يعني برامدز لقى ضلته في إبراهيم عادل بعد مشكلة رمضان صبحي وإبراهيم بدأ ينسجم إبراهيم لعيب مماز جدا شفنا مردوده الكبير مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا وحتى في مباراة برامدز الأخيرة ولكن شأنه شأن النادي الأهلي النادي الأهلي يعني راح منه عدد من العناصر منهم عنصر أساسي أحمد نبيل كوكا طبعا وبالمثل برامدز فده بيفتقد لعب مهم شاب وده بيفتقد لعب مهم ولكن على مستوى التعويض بقى يا أحمد اختار المدير الفن البرامدز تعويض غياب إبراهيم عادل بلاعب خارج الحسابات يعني يمكن ممكن حد تاني يروح للاعب يلعب في مركز الجناح عندهم محمود زلاكا المنتقل من سيراميكا لعب مميز جدا شفناه نزل في مبارات الاتحاد سجل هدف وكان عنده كرة في العرضة وأكتر من انفراض لعب متحرك جدا كمان كان عنده أداء كبير في مبارات الأهلي أمام سيراميكا في مبارات السوبر في الإمارات فلاعب مميز جدا ولاعب مزعج لما بيشارك ولكن الرجل فضل أنه يلعب بفخر لقاي اللي هو أصلا مركزه راس حربة بيشركه كلاعب جناح والمفاجأة أن فخر لقاي مردوده كبير جدا في مركز الجناح أحرز هدف وصنع هدف في مبارات الاتحاد الأخيرة أحرز فخر لقاي بالمناسبة في آخر أربع مبارات لبيراميدز فخر لقاي قدر يسجل أمام الأربع أندية اللي شارك أمامهم في مركز غير مركزه يعني فيستوم مايلي بيشارك كراس حربة رقم تسعة بيلعب وبيسجل ولكن المفاجأة اللي كانت مفاجأة سعيدة إعادة توزيف فخر كاي بالنسبة لبيراميد إعادة توزيف فخر كاي حتى في وزل وجود إبراهيم عادل كان فخر لقاي بيشارك في مركز عشرة ودي المفاجأة أن الراجل قدر يستخدم فخر لقاي في مباراتين كرقم عشرة وقدر يسجل واستخدمه كجناح في مباراتين تانيين بعد غياب إبراهيم عادل وقدر اللعب يسجل من مركز الجناح فإذن بيراميدز على أرض الملعب ما عندوش مشكلة شوية في غياب إبراهيم عادل آه ممكن على مستوى الأسماء ولكن على مستوى الأداء قدر يعود ده بتوزيف إعادة توزيف فخر لقاي في مركز الجناح على الرواق الآخر طبعا عندهم مصطفى فتحي لاعب عنده حتى في الأرقام لما استعرضنا الأرقام هو عنده مراغتين نجحتين كل مباراة أغلبهم بتبقى فرص خطيرة بيقدر يعني يراوغ ويروح بيعمل التكملة داخل منطقة الجزاء وسط ملعب بيراميدز لعبة كورة معظمهم وليد الكارتي كورته كويسة قوي بلاتي توري ومهند لشين التلاتة عندهم صفة مشتركة إن التلاتة لعبت كورة في المقابل النادي الأهلي على أرض الملعب وانت دايما نفتكر المقولة الشهيرة اللي كانت بتتقال دايما اللي يمسك نص الملعب هو اللي بيمسك المباراة فمعارقة وسط الملعب في المباراة دي هتبقى كبيرة جدا بين الثلاسي سواء إمام عشور مروان عطية أكرم توفيق أو أكرم وإمام وعمر السلاية لو فضل مرسل كولر إنه يستغل الحالة أنا بشوف إن السلاية في الفترة الأخيرة لعب مؤثر جدا استعد مستوى تقريبا مش جزء كبير من المستوى لا استعد 100% لكن تشوف السلاية كورقة تقيلة على البنش يعني بينزل في توقيت معين بيلعب عدد معين من الدقائق في نهاية مباراة فده ممكن يكون بسأل بشوف السلاية طبعا مش تقليل من السلاية لكن لحسد أقول أنت بتكلم على يحصل بعد دخوله هو كان مؤثر وفعال جدا ورقة قيلة موجودة جنبك على الدكة تقدر تغير بيها لو هتسألنا عن رأينا الشخصي أنا بشوف إن السلاية وإمام وفي ظهرهم أكرم أو مروان أنا بشوف إن أكرم ومروان اللي اتنين لعبين جمدين جدا ولكن بشوف عندهم تشابه كبير في الأدوار لأن المركز الأساسي سواء لأكرم أو لمروان هو المركز الرقم 6 نقرأ معاك يا أحمد قبل ما أسمع رؤيتك برضو يمكن الأرقام دي تساعدنا أكتر أرقام الفريق بيرامدز بشكل عام يعني الأرقام الجامعية لفريق بيرامدز لعب قد إيه فاز قد إيه معدل استحواز وكل ما يتعلق بفريق بيرامدز الموسم ده تمام بيرامدز لعب 27 مباراة فاز في 21 تعدل في 5 خسر مباراة واحدة فقط أحرص 49 هدف استقبل 17 متوسط الاستحواز 64% ترتيبه الأول في الصدارة متوسط التصويب 5 بوينت 4 ترتيبه الثاني نظافة الشباك 16 هدف هو ترتيبه الأول صناعة الفرص 65 فرصة الأول أيضا اهضار الفرص 39 الأول أيضا متوسط التمرير 449.6 ترتيبه الأول متوسط التمرير طولي 440.3 ترتيبه الأول متوسط العرضيات 5.5 الأول لمس القرات داخل منطقة الجزاء 754 ترتيبه الأول أيضا استخلاص القرات من المناطق الدفاعية للمنافس 4.7 ترتيبه الأول اه دي نقطة مهمة الأخيرة دي تحديدا طبعا مهمة جدا نقطة مهمة جدا 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 طيب الأرقام دي لها دلالة أنه السنة دي كورة بيرامدز مختلفة يمكن تشوف على مستوى السكواد أو العناصر أن هما افتقدوا أسماء كتيرة جدا كانت مؤثرة أو كانت رهانة عليها كبير لكن على مستوى الجماعة أعتقد يمكن تطور بيرامدز بشكل كبير جدا